غزة المحلة من أكتر أكتر الفرق اللي في النظر هذا الموسم سبع نقاط أداء مميز أداء رائع مدرب كبير ولعبين مميزين جدا والآن غزة المحلة في هذه اللحظة بعد ثلاث مباريات عنده هداف الدوري كابتن أحمد الشيخ كابتن أحمد صواح الخير مشرف ومنور صواح فلّا كابتن كريم أخبارك كله بخير كله تمام تعلق فوق العادة هذا الموسم الحمد لله يا كابتن دا كرم لعند ربنا بس الفرق بشكل عام دخلة جاهزة أوى كابتن أحمد السنادي غزة المحلة السنادي على مستوى جماعة اللعبين فيه تميز كبير في الجماعية وأيضا مدير فني محترم طبعا أنا مدير فني محترم جدا وراجد بيكلم معنا من أول يوم جفي إن احنا عايزين نلعب كورة السنادي ما بقاش هدفنا بس إن احنا بنلعب بنعتمد على الكورة الطويلة حضرتك كنت شايف أكيد السنة الفاتة ما بقاش نموسم اللي فات يعني قعدنا على آخر ماتش ما اتعادل مع الاتحاد السكندري الراجل يتكلم معنا السنادي وقال لا أنت لازم نلعب كورة لازم نبدأ كورة من تحت وانتوا عايبة كويفة ولازم عندوكو الثقة في نفسكو وتفقوا في بعض في الملعب وهو ده فعلا اللي عملوا معنا واشتغل معنا من أول يوم على ده والحمد لله قدرنا نطبق ده في الدوري وكان شكلنا كويس الأول ثلاث ماتشاط وان شاء الله نقدر نستمر على كده بإذن الله معي السنة الفاتة غز المحلة دي كان بدايته في الموسم بس بعد كده الأمور تعصرت تتوقع أنه غز المحلة هيستمر بنفس النمط على مدار الموسم؟ والله فعلا نحن برضو الموسم الفات فعلا جمعنا سبع نقاط من أول ثلاث ماتشاط وبعد كده حصل ضرب كبير جدا في النتائج إن شاء الله لا استنازي إن شاء الله بإذن الله نقدر نحسن نحسن النتائج دي ونقدر نحن نستمر على البداية القوية اللي احنا بدأناها دي وما تبقاش كده طفرة بس في الأول لا إن شاء الله نستمر عليها وابقى أداء الطبيعي بتاعنا بإذن الله في كل الماتشاط بإذن الله إنت بقى على المستوى الشخصي داخل الموسم جاهز واضح يعني والله يا الراجل يعني مديني ثقة ومشانا لوحدي بصراحة يعني مدي لكل فرقة ثقة يعني مش عايزة الله حضرتك بيتكلم معنا إزاي وبيتعمل معنا إزاي كمان حتى في التمرين وفي الماتشاط مدينا أريحية كبيرة جدا 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 هو بيطلب مننا بعض الحاجات إننا نعملها في الملعب فده مساعدنا جدا إننا ناخد راحتنا جدا في الملعب وده باين علينا يعني الحمد لله باين علينا في الماتشاط والراجل بصفة شخصية بيتعامل معي نفسيا كويس جدا ويمكن ده مديني أريحية في اللعب ومخليني إن أنا أوصل للنتيجة اللي أنا فيها الآن الحمد لله وكرم ربنا طبعا كاسين من المتابعين والجماهير والمحللين والإعلاميين سألوا على أحمد الشيخ في قائمة منتخم مصر هل دي حاجة ديئتك أو زعلتك ولا مستني فرصة جديدة إن شاء الله لا لا خالص خالص والله يعني مزعلتنيش ولا حاجة أنا باتمنى طبعا إن أنا أبقى موجود وأنا مش موجود دلوقتي ربنا يكرمني إن شاء الله وأبقى موجود المعسكر اللي بعده وأنا أوصل في ربنا وأملي في ربنا كبير إن أنا إن شاء الله بإذن الله أفضل على المستوى ده بإذن الله وأقدر إن أنا أنضم للمنتخب بإذن الله وتشرف لأي لعيف مصر صح عندك حق ده كلام محترم جدا يا كابتن أحمد آخر حاجة وأنا بقرأ كتير عن حياتك الشخصية وشغلك وتعبك الفترة اللي فاتت لقيت إن أنت مريد بظروف إنسانية في منتهى الصعوبة بدون ما خش في تفاصيلها أنت إزاي تخطيت كل هذه الظروف ولسه وقف على رجلك وبتتألق وتبدع بهذه الطريقة والله الحمد لله يعني أنا أنا بشكر ربنا طبعا على أي حاجة بتحصل كل اللي حصل ده يعني حاجة من عند ربنا وأنا راضي بقضاء الله طبعا في أي حاجة أكيد الحمد لله أنا دلوقتي الحمد لله معي زوجتي وعندي منها بنت وبرضو عندي بنت من زوجتي الله يرحمها الأولى أن هي بس دلوقتي أنا معي زوجتي الحمد لله وقفة جنبي وبتسعيدني كتير وعدتني من مراحل كتير جدا الحمد لله وهي اللي خلتني أن أنا من الأسباب الأساسية اللي خلتني أن أنا أرجع لمستوى تاني الحمد لله فضل الله بمناسبة المراحل الكتير دي هل في أي مرحلة فيهم حسيت أنك وقعت حسيت أنك مش قادر تكمل حسيت أنك تعبت؟ هو أسعب فترة طبعاً بالنسبة لي هي وفاة والدي ومرات الله رحمها وراء بعض ده كان أسعب يعني أسعب فترة عدت عليها وأنا كنت في التحات سكندري وقتها دي كانت أسعب فترة عدت علي فعلاً أنا بعدها كانت الدنيا صعبة جداً بالنسبة لي بس الحمد لله قدرت أكمل ورجع وقف على رجل تاني الموسم اللي فات برضو أنا من زوجتي اللي موجودة معنا دلوقتي كان جانس أو أم الحمد لله ولد وبنت بس البنت عاشت والولد هو طرفه الله يعني الحمد لله طبعاً وقدرت أن أرجع تاني برضو الحمد لله السنة دي اقتنعت أن أكيد 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 يعني الحمد لله وإن شاء الله مش هيحصل أكثر من اللي حصل له يعني فأحمد ربنا على أي حاجة وإن أنا أقدرت أرجع تاني مستوى الحمد لله ربنا يا رب معاك دايماً يا كابتن أحمد ودايماً في تقلق وربنا عوضوا دايماً أكبر بكتير من خيالنا جميعاً أنا بشكرك شكراً جزيلاً يا كابتن أحمد الشيخ هداف الدولي لعب غزل المحلة حتى هذه اللحظة هو مر بظروف في منتهى الصعوبة الراجل ده والده توفى زوجته توفت طفله أو مولوده توفى فظروف في منتهى الصعوبة الظروف تهد جبال فعشان كده بصراحة أحمد الشيخ تحديداً أنا فرحان له جداً فرحان بكرم ربنا معايا فرحان جداً كرم ربنا من وسع عليه هداف الدولي دلوقتي بيلعب مع غزل المحلة فليه جايب سبع نقاط اسم منور في الكرة المصرية دلوقتي فربنا يا رب يكرمه كمان وكمان ويصبره على كل هذه الظروف الصعبة